مرحبا بكم شكرا لكم على اختلار الفريقون سمتانة متوما تسمعوا في اكسبرس افم وذيالا بريماتينال اللي متواصلة معاكم حتى للسبعة متاع اسباح معاكم باشي القروية كوتي ميكرو شكرا لما نالساسي على مستوى الاخراج سليم بن عمار في الاخراج الرقمي تتفرجوا فينا كالعادة ان دي راكت لايف على باج اوفيسيال اكسبرس افم سوق فيسبوك كيف كيف على الشين يوتيوب اكسبرس افم سوية منزمة نعديوها مع بعضنا مع مختلف فقرات البرنامج اللي استنستو بيهم بعد شوية نعطيكم فكرة على اخر اخبار لتقس في الميتيو الاحداث المنتظرة مع سهيلة الصمعي شنو يستنى فيكم اليوم من احداث كيف كيف فقرتك كيما اليوم يتأمنها صديقتنا اللي بنا بدها لابو نوفيل دي جو غليوم تجينا من توزر وتقدم انجاز المستشفى الجهوي صنف بي في نفطة بخمسة وثمانين في الميات تعليق بشيكون بعد لحظات مع صفية المحرر اللي عندها الموجز الموجز اولى موجز اكسبرس افم على ستة نص بعد ما عادة الاخبار نحكيوك العادة ارقان في شيف خفاغ مع اسامة السويعي في شيف خفاغ نمشي واليوم السليانة والرقم متاع اليوم هو ستة المساطقة على ستة ميلافات بدل ترخيص باستغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري زابينج اكسبرس طبعا الكابسولة ذاية اللي تأمنها صديقتنا زينب الباستي نرجع على اهم ضيوف اهم متقال في مختلف برامج البرح ضيوفنا اليوم مشكون بش يكونوا في رانديو اكسبرس ذاية الابان دغنير روبريك بما انو اخر فقرة في البرنامج كما استنسوا بها تكون مع الناتق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور السيد مراد الجويني يعطينا فكرة على السيركولاسيون في تونس مع السبع غير الدرج امتاع السباح اقودوا معنا على اكسبرس الفامي البداية باش تكون باخبار التقس مواصلين مع بعضنا حتى لسبع متع سباح سباح الخير النس لكل حالة تقس لليوم لربعة تقس عموما مشمس الحرارة من سبعة لثمنتاش درجة الرياح ضعيفة الى معتدلة في حدود ثمنتاش كلمتر في الساعة والبحر بشكون شديد الافتراب عنا الستة وعشرين دقيقة بعد شوية الموعد يكون مع الابو نوفيل دي جوغ وموعد الاخبار مع صفية المحرر ما توتسويت الموعد اللي استنستو بيه كل يوم نرجعو نعطيوكم بسطة ونعطيوكم فكرة على اهم الاحداث اللي يستنوا فيكم في فقرة الاحداث المنتظرة توتسويت لزيفين مع ابنية سباح الخير بشير سباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل نبدأ وفقرة الاحداث المنتظرة بالمتقاعدين اللي نظموا ووقفة احتجاجية وذلك اليوم الاربعة 14 فيفري 2024 بداية من الساعة تاسعة صباحا بشرع لحبيبة برقيبة بالعاصمة احتجاجا على ما تم اعتبار تدهور لمقدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع كلفة العلاج وفقدين ادوية الامراض المزمنة هذا وكان اكد بلاغ لقسب الحماية الاجتماعية انه من حق المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي المطالبة بترفيع الاجر الادنى مما يرفع جرايتهم بشتم اليوم الاربعة 14 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة ونصف صباحا تنظيم جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والمتعلق بالمعادن النافسة نظم المؤسسة السويسرية جلوبيثيكس يوم دراسي لتقديم نتائج الدراسة اللي انجزها المكتب الاقليمي حول وقع تدريس الاخلاقيات بالمؤسسات الجميعية وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بحي الخضرة بتونس بشتم اليوم الاربعة 14 فيفري 2024 احياء اربعينية فقيد الساحة الحقوقية بتونس والعالم العربي ومديرة معهد تونس للعلاقات الدولية الدكتور احمد المناعي وذلك بمقر جمعية الاتحاد الثقافي بصوصة بداية من الساعة الثالثة مساء الاعوان العراضيين بوزارة الصحة ينفضوا اليوم الاربعة 14 فيفري 2024 اضراب امام مقر وزارة الصحة بداية من الساعة التاسعة صباحا من اجل المطالبة بالتسريع في تسوية وضعيتهم الهشة واختاما بشتم تنظيم حفل توقيع قد رعاية لعب اتكواندو خاليل الجندوبي بمقر وزارة الصحة بداية من الساعة الثالثة مساء هكذا نكونوا كمن فقرة الاحداث المنتظرة لليوم ان شاء الله نهاركم زيننا يكيد ان دات اللي بارش عبيد يبدو يستنوا فيها عندهم بارش لادات متع عيد الحب لادات متع الساعة لادات هذية اللي مثلا كما اليوم تونس كانت توجد باول لقب افريقي لها كان 2004 وشكون ما ينسيش الدات هذية والفينان الكبير اللي كان توج على اثره منتخبنا الوطني بكأس افريقيا للأمم في ملعب رادس ضد شكون ضد المنتخب المغربي بفضل اهداف دوسانتوس سيلفا وزياد الجزيري دوزان طبعا لنصور كارتاج واول لقب افريقي لمنتخب بلادنا دونك هذية الدات تتزامن مع 14 فيفري كما اليوم اكيد صاروا برشة احداث اخرى نكتشفوها في الفقرة هذية مع صديقتنا لبنى بدا كما اليوم لنهار 14 فيفري عام 1899 الكونغرس الامريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية عام 1905 زلزال في الاليسكا بقوة 7.3 ريشتر وهو واحد من اكبر الزلازل في الولايات المتحدة عام 58 العراق والاردن يتحدان في اتحاد قومي اطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي عام 82 نفس النهار 14 فيفري اضرب عام شامل في الجولين السوري المحتل رفضا لقارة الكنيسة الاسرائيلي بضم هضبة الجولين وفرض القواني الاسرائيلية عليها عام 2005 اختيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بتفجير سياراته في بيروت عام 2011 بدأ الاحتجاجات الشعبية في البحرين ونختمه عام 2018 وانصار مقتل 17 شخص واصابة 14 اخرين في حادثة اطلاق نار في مدرسة ببلدة في فلوريدا كانت هذه كيماليوم الموافقة لنهار 14 فيفري كيماليوم 28 دقيقة من الكندا باش نمشي والتوزر نرجع لبلادنا في فقرة لابو نوفيل دجا خانصابحوا على صفايا اهلا صفايا صباح خير صبح النور بشير صبح الفل كل استداء المستمعين نمشي والتوزر اي نمشي والتوزر نمشي والتوزر لابو نوفيل دجور معاوساما لسويعي تقدم انجاز المستشفى الجهوي صنف با بنفطة بـ 85% من المنتظر ان يقع تسلم القسط الاول من المستشفى الجهوي صنف با بنفطة من ولاية توزر اواخر شهر اهري من العام الجاري بعد تجري النسبة تقدم بحوالي 85% تكلفة هذا القسط تنهز 8 مليون دينار من اعتماد اول بـ 5.7 مليون دينار خصص لانشاء بهول الاستقبال قسم الانعاش قسم النساء والتوليد والإيواء والمحاول الكهربائي وتهيئة طرقات وشبكات مختلفة والمخبر وبنك الدم وقسم الأشعة اعتماد ثاني ينهز مليوني دينار خصصة للشبكة الكهربائية تهيئة متنوعا للمستشفى اللي عرف تعطيل في الانجاز أدى إلى إضافة اعتمادات أخرى بسبب ارتفاع الأسعار ينطلق القسط الثاني من المستشفى الجهوي مباشرة بعد الانتهاء من القسط الأول وقد خصص له اعتمادات تقارب 13 مليون دينار سيشمل أحداث قسم العيادات الخارجية الاستعجالي قسم الجراحة المطبخ الإدارة ومجموعة من المكونات الأخرى المستشفى الجهوي بيتوزر شد بدور انطلاق بناء قسم للتصوير بالرنين المخنان تيسي منتصف الشهر جام في الماضي بقيمة 1.3 مليون دينار بأجال تنفيذ تقدر بسنة واحدة من المقرر استيليمو في جام في 2025 فضلا إضافة تمثلة في توسيع الطاقة استيعاب قسم الإنعاج من 5 إلى 7 أسرة وكذلك تهيئة قسم الجراحة وتجديده بشقاء استيليمو قريب الموصفات العالمية موسيقى موسيقى فقرة قبل الأخيرة في برنامجنا كل عادة نأخذ فكرة على شنية أمورنا على مستوى الطرقات تاول 7 غير درجة بتاع أصباح فام عباد ما زلت نأخذهم فام عباد زادة قاعدين يحضرو في الروحهم بش يخرجوا فاما دجاج حتى شكون خرجوا قصد ربي كوسوسواء اللي مشي بش يخدم ولا مشي بش يقضي قاضية كالعادة موجود معنا النطق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور سيموراد الجويني صباح الأنوار سيموراد أهلا وسهلا شكرا لك سيموراد كالعادة نعطيه بسطة فكرة للمستمعين متاعنا على الطرق في تونس خلينا نقوله أم بوينت خفيك كالعادة شكرا بشير حركية متوقعة بشتكون فيها كثافة في الجولان في عديد المحاور على غرار شرعة من بن عفان وشرعة طار بن عطول على مستوى المنزل سيد نفس الشيء على مستوى شرعة 20 مارس وصولا إلى ساحة بسعدون وهذا انسلاحا من ساحة بردو شرعة ولاد حفوز وكذلك وصولا إلى شرعة الطيب المهيلي ثم منه إلى ساحة بسطور ومن ساحة بسطور جدا كذلك نعرجو عالمين على مستوى شرعة محمد الخامس وينتوقعة بشتكون فهم حركية كثيف على مستوى شرعة الويبراي شرعة خارد دينباشا شرعة مملكة العربية السعودية وكذلك شرعة الكويت البدور الميبديونة إلى ساحة 14 جنفيفي المقابل شرعة الحرية نرخوا فيها حركة عادية سيد حسين السيجومي على مستوى المحور هذا كذلك نتوقع بشتكون حركة كثيفة شرعة بب جديد وكذلك شرعة بب منارة على مستوى عديد المحاور الأخرى على غرار شرعة فرحات حشي وعلى مستوى ولاية من نوبا كذلك المنطقة سيناعية المغيرة وشارعة تلتوم بورجيبة على مستوى مدخل سكرة وينتوقع بشتكون حركة فيها كتافة في الجولان مدخل جنوبية العرب معنا مستوى مساشف الخروج كذلك نتوقع بشتكون حركية فيها كتافة وتتواصل الحركة إلى حدود محاول شرعة الجمهورية طريق الوطنية لقم 8 وهذا اللحظوه على مستوى مدخل رواد مدخل رياض الأندلس كذلك مدخل برج نزير مدخل ريانة وينتوقع بشتكون حركية فيها كتافة في الجولان طبعا الحركة هذه معناها نتوقعها بشتقرنا فيها انتراج على مستوى مركز العمراني الشمالي روتيكس انتلاقا مدندان وصورا إلى محاول المطار نتوقع بشتكون حركة كتافة على مستوى بارد وكذلك على مستوى حي الرمانة نفس الشيء على مستوى محاول المنار لتنفرج الحركة شيئا على مدخل مدينة العلوم طبعا نصايح المرصد الوطني لسلامة المرور في هذا السياق دعوة واجهة للمتعملي الطريق حول الضخيز من السرعة قدر الأمكان وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك في خلقية نبعد وكل البعض على استعمال الهدف الجوال أثناء السياقة ونبعد على كل ما يشتت تركيزنا أثناء السياقة باقيعة الحال نبعد على عديد المخالفات اللي منظمنا من المجاوزة الأمروعة اجتياز القط المتواصل وردبان على المترجلين خصوصا منهم الكبار في السن حتى نعطيهم المجال الأرحب حول عملية شقة الطريق إن شاء الله التفاعلون كل إيجابي من عندي اللي قاعدين السوق ويسمع فينا تنيازينا ويمساعدنا سيكون إن شاء الله بارك الله وفيك إن شاء الله نهاريك أسعد لي أمسي مراد للجون ننتقى رسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور نحنا توت سويت باش نعطيوكم بسطة وفكرة على أهم الضيوف اللي يستانيو فيكم في نهار اليوم في مختلف برامج اشتركوا في رندهو إكسPRESS رندهو إكسPRESS رندهو إكسPRESS وإكسPRESSو لما تبدأ بعد شوية ما واسم بالعربي يستظيف اليوم السيد محمد صلاح العياري نحكيو على ريفزيون تقنون ثنين أو سابعين كيف كيف يكون موجود بحذيه سي ندر العجي بمدير عام لضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية نحكيو على جون الشركات العمومية القروض ومنين جي التمويلات كيف كيف فتحي بين خليفة جلسة عمل وزرية على لفت السوكري وإعادة تأهل المنظومة قرض إطالة لزراعة الحبوب 84 مليون دينار نحكيو كذلك على الأمان الاجتماعي في فقرة الشارع التونسي لإنسياتيف دي جور الشوي تايم الشوي تايم موغانيزي بغ الاسوسياشيان ميد بغ فنانسي وين كارفان دو سانتي مبادرة جديدة من تجار لحم الادواجن إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحم الادواجن بالتفصيل قدش بلغ انتاج لحم الادواجن لشهر فيفري عود على انتاج 160 مليون بيضة لشهر فيفري مع 25 مليون بيضة كمخزون إلى حدود 20 فيفري القادم في فقرة بالقانون السياقة في حالة السكر بطبيعة ذي يكون موجود دعاهم أنا فوكا زملائنا لبنبد وريم الانجليز المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس ويدخل مع لبنى كهية مدير المعهد الوطني للأحصى السيدة سارة السلمي مجموعة من الأطفال يتراوح عمرهم بين عام و14 عام تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقوبة النفسية أو الجسدية من قبل أمهاتهم والأشخاص اللي يتلهوا بهم مقترح لأحداث منطقة تبادل منتوجات على الحدود من قبل اللجنة تونسي الجزائرية مع وليل غسرين ريضال روكبين يدوم 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 تناولهم اليوم مع صديقتنا لبنى بدأ في برنامج الشارع التونسي ومع ريم السعيدية اللي تصريف اليوم لأيث بالأخوا لجيستيك لدرني classement لتونسي إستيك عمد بالربح سو ديركتور على ديركتون سنترال للتونسي للتونسي لإستيك هذا يدوم تقريب أهم الضيوف اللي بشيكون متواجدين مع زملائنا في مختلف برامج ومختلف المحاور اللي بشي تم تناولهم نحن ها كنكون وصلنا الختام موعدنا لليوم من لاب خيماتين لليوم لربعة 14 فيفري 2024 شكرا لكم على المتابعة والاهتمام شكرا لمن الساسي في الأخراج سليم بن عمار في الأخراج الرقمي صفية المحرر اللي كانت رفقتني طبعا في فقرة شيف خفاغ شكرا زيادة لكم متوما مستمعين نخليكم تتسويت فلاش بوغس بعد شوية الموعد يكون معاوسين بالعربية بشي القربي نقولكم اتتلغ نتقابلوا مع الثمانية ونصف في عرض الآخر أخبار لرياضة في تونس والعالم في فقرة إيكو سبور في لامين باي باي